موسيقى تتواصل بمحافظة شرقية فعاليات مبادرة أنت الحياة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة للمزيد ينضم إلينا من المحافظة أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري أحمد هل لك أن تطلعنا على أبرز ما تم خلال هذه الفعليات الخاصة بمبادرة أنت الحياة بالفعل زملائي في الستوديو تحية لكم من هنا من محافظة شرقية حيث مرة أخرى تؤكد الدولة على اهتمامها الكبير بالقرى الأكثر احتياجا وبتوفير حياة كريمة للمواطنين نحن نتحدث عن اليوم الخامس من مبادرة أنت الحياة التي تنظمها الدولة هنا في محافظة الشرقية مركز الحسينية قرية شهداء بحر البقر اثنين مؤسسة حياة كريمة التي تقوم بتنظيم هذه الفعالية بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة ووزاراتها ومؤسساتها وهيئتها نتحدث عن المجلس القومي للمرأة وزارة الفقافة وزارة الصحة وزارة الشباب ورياضة ممثلة في مدرية الشباب ورياضة هنا في محافظة الشرقية تتوالى فعاليات هذا اليوم الخامس من هذه المبادرة التي تستهدف أكثر من ستة ألاف مستفيد ومواطن من مختلف الأعمار هنا من قرية شهداء بحر البقر اثنين نحن نتحدث عن مبادرة تتواصل مدة ستة أيام استمرت منذ السابع عشر من شهر ستمبر وحتى الثاني والعشرين من شهر ستمبر المجلس القومي للمرأة ينظم ويقيم ورش توعوية وحرفية هناك سبع ورش توعوية ينظمها المجلس القومي للمرأة لسيدات القرية بالإضافة إلى ست ورش أخرى عن الورش حرفية تقوم بتعليم عدد من الورش الحرفية كالرسم على القماش والرسم على الزجاج والنول بالإضافة إلى ورش أخرى كالزجاج المعشق ونقق بال كبير جدا من سيدات قرية شهداء بحر البقر على المشاركة والاستفادة من هذه المبادرة التوعوية هذا بالإضافة إلى وزارة أفقافة أيضا تقوم بتوفير قوافل طبية لأهالي القرية أيضا من مختلف الأعمار وتقدم الكشف المجاني في جميع التخصصات الطبية المطلوبة هنا في قرية شهداء بحر البقر 2 بالإضافة إلى المشهد من خلف يظهر صندوق مكافحة الإدمان والذي يقوم بحملات توعوية للأطفال والشباب الصغير السن بمخاطر الإدمان هناك فعليات ثقافية ورياضية أيضا تنظيمها وزارة ثقافة أو وزارة شباب والرياضة هناك مبادرة تتبنىها وزارة الشباب والرياضة وهي مبادرة نحو خطوة أفضل للأطفال تعليم الأطفال المبادئ الحسنة وكيف يستطيعون أن ينفعوا مجتمعهم عند الكبر تتواصل فعليات هذه المبادرة هنا في اليوم الخامس بمشاركة جميع هذه المؤسسات التي ذكرتها لكم بالإضافة إلى مشاركة المجتمع المدني نحو توفير حياة كريمة للمواطنين واستهداف أكبر عدد ممكن في الأمس القريب كنا في محافظة ألف يوم حيث كانت هذه المبادرة تستهدف أيضا قرى في محافظة ألف يوم واليوم في محافظة الشرقية وتتواصل فعليات هذه المبادرة مبادرة أنت الحياة من مؤسسة حياة كريمة في مختلف قرى محافظات الجمهورية عليكم زملائي في الاستوديو